أمان الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين معالي الرئيس أصحاب المعالي والسعادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فبداية أشكر اللجنة المالية الموقرة على ما بذلت من جهود كما وأنني أعتبر ما جاء في كلمة كتلة العدالة النيابية على لسان متحدثها الزميل خالد البستنجي يمثلني لذلك لن أخوض في الموازنة وأرقامها ولن أتحدث عن عجزها ومديونيتها ولن أخوض بزيادة رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين لأن أصحاب السعادة سبقوني إلى ذلك ولأنني لم أجد بندًا في الموازنة يتحدث عن زيادة الرواتب ولن أتحدث عن المؤسسات الحكومية التي حققت خسائر فادحة ولن أتحدث أيضًا عن أموال الضمان الاجتماعي ولن أتحدث عن الدين العام والمساعدات المالية للدولة مقابل إجمالي العجز ولن أتحدث عن عدم وضع الحكومة لخطةٍ شاملة وخارطة طريق تعالج عجز الموازنة وضعف النمو الاقتصادي ولن أتحدث عن السياسات المالية للحكومة القائمة على مبدأ المنح والهبات والأعطيات والقروض والضرائب وجيوب المواطنين لكنني سأحدثك يا دولة الرئيس يا معالي نائب رئيس الوزراء المحترم عما قاله ذلك الإعرابي عندما وفد مع بني قومه إلى معاوية بن أبي سفيان في سنين اشتدت فيها القحط والجدب والفقر والجوع والفقر والجوع قال له يا ابن أبي سفيان أصابتنا سنون ثلاث سنة أذابت الشحم وسنة أكلت اللحم وسنة دقت العظم فإن كان المال الذي عندك لله فأعطنا من مال الله وإن كان المال الذي عندك للشعب فوزعه على الشعب وإن كان المال الذي عندك لك فتصدق علينا إن الله يحب المتصدقين ولأنني أكاد أجزم كما الكثير من أصحاب السعادة زملائي ومن الناس أكاد أجزم أن الشعب أصبح يستحق الصدقة فلا وظائفة ولا تعيينات ولا زيادات في الرواتب وإنما زادت الأسعار أسعار السلع أسعار النفط أسعار الكهرباء معثبات في الرواتب لذلك سأختصر الوقت والجهد لأقرأ على ما سامعكم بعضا من مطالب دائرة الانتخابية والتي تتجاوز العشرين مطلبا ولكنني سأجملها في ثلاث أو أربع مطالب أربعة مطالب عفوا لأنه بتقديري أرى أن زيادة المطالب تتناسبا عكسيا مع استجابة الحكومة كلما زادت المطالب كلما قلت استجابة الحكومة لذلك سأخفف المطالب وبداية قبل المطالب أتقدم ومن خلال الرئاس الجليلة بجزيل الشكر لدولة رئيس الوزراء ولمعالي رئيس الديوان الملكي وللفريق الوزاري الذي زار عجلون يوم أمس للوقوف على احتياجات عجلون والاستماع إلى أهلنا هناك إلى مطالبهم لذلك لن أكرر المطالب ولكن سأذكر المطالب التي لم يقفوا عليها وعلى رأس القوم أتقدم بالشكر لجلالة الملك عبد الله الثالي بن الحسين المعظم على ما قدمه للوطن ولعجلون من مكرومات فأحيي مليكنا وأحيي الفخر والعلما أحيي مكارم آل البيت والشمما إن عبد الله أضاف في الأمس مكرمة إلى صحائف كانت كلها الكرمة المطلب الأول المطلب الأهم أن تكون تعينات مستشفى الإيمان الحكومي والتلفريق من أبناء عجلون وذلك نظراً لظروف عجلون الخاصة وارتفاع نسب البطالة بين حملة الشهادات وغيرهم اثنين مديرية التربية والتعليم التي وافق عليها معالي وزير التربية مشكوراً لن أتعرض لها ولكن أريد أن أذكر مدرسة ثانوية كفرنجة الشاملة للبنين وما أصابها من تشققات وتصدعات حيث أجبر ساكنوها من الطلاب على ترحيلهم وتهجيرهم إلى مدرسة كفرنجة الأساسية للبنين التي زاد عدد طلابها الأساسية زاد عدد طلابها على الألف ومئتين طالب بواقع ثلاث طوابق وتصوروا حجم الاقتضاد فيها طبعاً مدرسة ثانوية كفرنجة زارها أكثر من فريق وانقسم الفريقان إلى فريقين إلى قسمين الفريق الأول يطالب بالإزالة والثاني يطالب بالصيانة وما بين الإزالة والصيانة لازلنا ننتظر لغاية الآن من الالفين وثمانطعش لازلنا معاليك على قارعة الانتظار أما مدارس اللواء والقرى التابعة لها مثل العاملية وبلاص وعين البستان وراجب واسفينة فلابد من زيادة في عدد الغرف الصفية لأنها أصبحت المدارس لا تستوعب حجم الطلاب المطلب الثالث ولا يقل أهمية عن سابقه المطلب الثالث عندنا مديرية الأشغال مكتب الأشغال مستأجر الزراعة مستأجرة المحكمة الشرعية مستأجرة التنمية الاجتماعية مستأجرة متصرفية لواء كفرنجة مستأجرة ألا يستحق هذا اللواء أن يكون هناك مجمع يضم جميع هذه الدوائر بنوفر على الدولة أما المطلب الرابع أطلب من معالي وزير الزراعة زيادة المخصصات المالية لمكتب زراعة كفرنجة حيث أن الطرق الزراعية يرثى لها ولكن الأهم من الطرق القنوات قنوات الري أصبح المزارعون يشترون الأنابيب البلاستيكية ويمدوها من مصدر المياه وحتى مزارعهم طبعاً يشتروها على حسابهم الخاص على حسابهم الخاص أرجو زيادة المخصصات المالية لمكتب الزراعة في كفرنجة المطلب الخامس والأخير بعض التجمعات السكانية في لواء كفرنجة والذي يزيد بعض التجمعات تزيد على الأربعين بيت لغاية الآن لم يصلها الماء لم تصلها شبكة المياه نهائياً أربعين بيت ما عليك أعطي سعادة النائب المحترم أعطي المياه إلى هذه المناطق الاهتمام المناسب وأسأل الله العظيم أن يحفظ هذا البلد آمناً مطمئناً وأن يحفظ جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده الأمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته